صباح الخير كنيسة القيامة سلام المسيح معكم موضوع اليوم مهم جدا هو ما بين الهجرة والبقاء ماذا نختار وبدأ أتمنى عليك تسمع لهذه العزة المفصلية حتى النهاية كل عائلة لبنانية بتتصارع بهذه الأيام مع هذا السؤال الصعب هل نبقى في لبنان أو نترك وطبعا البعض مننا قادر على ذلك ويمكن ترك لبنان البعض الآخر قادر لكن نختار البقاء وهناك من يرغب في الرحيل لكن مش قادر بسبب عدم توفر الإمكانيات هيدا الأرار بتوقف على الشخص نفسه على قراءته للأحداث على المنطق على الخبرة الشخصية على الهدف يلي يريد أن يصل إليه والله يلي خلق المنطق والعقل والبصيرة أعطانا الحكمة والخبرات لحتى نقرر ما هو أفضل لنا أما المؤمن بالمسيح يلي بيستخدم المنطق والعقل والخبرة بيعتمد أيضا على معايير أخرى لكي يقرر هو أولا خاضع لسلطة أعلى منه هو خاضع لمشيئة الله المعلنة في الكتاب المقدس فأنا اليوم عم تكلم أولئك الأشخاص في كنيستي وفي المجتمع المسيحي عامة لحتى نتساعد في تشكيل لهوت صحيح حول البقاء أو التارك والأشخاص يلي عم يسمعونا من خلفيات أخرى أهلا وسهلا فيكن تشتركوا معنا وتتعلموا كيف نحن منشكل مفاهيمنا اللاهوتية في عصرنا الحاضر فأين تقع المشكلة؟ المشكلة أننا نواجه اليوم بعض التحديات يلي مملي إلى جواب مباشر في الكتاب المقدس منها مسألة أنبقى في لبنان أم نغادر وتتفاقم هذه المشكلة خصوصا للمؤمنين الصادقين يلي عندهم شغف بقلوبهم أنه يعملوا مشيئة الله في كل حين والنص الكتابي لا يجيب عن هذه المسألة بشكل محدد فالواعز مثلا يلي بيستخدم أعمالة مانة حول تشتت الكنيسة وبيعلم كيف أن الهجرة تسهم في انتشار الإيمان محاولة جميلة لكن أعمالة مانة لا علاقة له بالهجرة وما فيك تاخد نصوص من العهد القديم حول العودة من السبي لأنه لا علاقة لها بالهجرة وآدم ما تهجر من الجنة لكنه طرد منها فكيف لنا نحن نحن يلي مننتمي إلى يسوع المسيح أنه نعيش بأمانة خاضعين للكلمة فيما يتعلق بقضية الهجرة بالوقت يلي فيه الكلمة لا تتكلم بشكل مباشر عن هذا الموضوع شو رأيكم هل يجب أن نحب الرب أولا إذا بسألك هذا السؤال بتقول لي طبعا لأنه في أي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك إذا قلت لك فيني انتقم من جاري وققت له بتقول لي لا لأنه في وصية بتقول تحب قريبك نفسك الوصية واضحة لكن السؤال الآن أبقى في لبنان أم لا المشكلة لا يوجد وصية ما في تعليم واضح إن كان لا يوجد وصية أمامي خيران أولا ما في وصية بقول أفعل ما أشاء وهذا الشي ممكن الله أعطاني العقل والمنطق وهن من الله فممكن أنه استخدم عقلي لأرر الله ما أعطانا وصية لكل شاردة وواردة في حياتنا لا يوجد وصية في احتمال آخر قول نعم صحيح لا يوجد وصية لكن أنا أريد أن أعمل مشيئة الله في حياتي أريد وأصلي لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وبسأل وبتسأل شو هي مشيئة الله لي شو هي إرادة الله لي ماذا يريدني الله أن أفعل لكن ما في جواب في الكتاب المقدس فبتصير تشعر بهذا الألأ والخوف والارتباك والسؤال هو ما ما هو ما هو الحل أسهل طريقة أنه يظهر الله علينا بحلم ويقلنا قم وخذ الصبي وأمه وهرب إلى مصر أو إلى كندا أو إلى أمريكا طيب ماذا ولو لم يشأ الله أنه يستخدم معنا هذه الطريقة منعود في الانتظار منبقى في لبنان ننتظر الصوت وبتمر الأيام وبينتهي العمر أو منروح كندا إلى كندا ومننتظر الصوت هناك إما منرجع أو منبقى هناك ما هو الحل إذن المطلوب أنه نبني تبهوا معي المطلوب أنه نبني قراراتنا على أسس كتابية سليمة حتى ولو لا يوجد نص واضح فبدنا نحاول أنه نبني جسر تفسيري بين النص الكتاب المقدس هذا الكتاب القديم لكنه حي والوضع يلي عمعيش فيه اليوم الحل هو أنه نصل إلى موقف أخلاقي قرار أخلاقي يعكس مشيئة الله وينسجم مع فكر الله قرار يعكس ولائي لمشروع الله يعكس وفائي لقصة الله الفدائية لهذا العالم ودوري في هذه القصة يعكس إخلاصي لدعوة الله لي ولنا كجماعة فالطريقة الوحيدة التي اكتشفتها هي أنه علينا أن نفحص قراراتنا في ضوء تدبير الله الثابت للخليقة ما هي المكونات التي استخدمها الله في التاريخ وهو يصنها لخير البشر وما مدى تأثير قراري على الحفاظ عليها دعونا أعطيكم إضاحة عملي إضاحة عملي إذا أنت تريد أن تعمل فطاير بسلق مثلاً أنت بتحتاج لطحين وخميرة وزيت والسلق وبصل وملح وبهار وإلى آخره أو إذا بدك تصنع كتاب أنت بتحتاج لورق وحبر وغلاف فإذا أنت عم بتساعد مثلاً الطباخ دورك تحافظ على هذه المواد تجهزها تقربها منه للشيف لحتى يصنع الفطائر عظيم فالسؤال هو ما هي المكونات الأساسية التي وضعها الله في خلقته التي دوري أنا أني حافظ عليها وأعكسها أكان في بقائي أم ذهابي لأنه إذا حافظت عليها تكون بكل تأكيد عم حقق مشيئة الله حتى ولو لا يوجد وصية واضحة حول مسألة معينة وممكن أن نسمي هالمكونات ممكن نسميهم عدسات من خلالها منفحص قراراتنا يعني حكيم العيون بيعطينا نظرات ويضع عليها عدسات لكي نرى بوضوح فالله ترك بين يدينا عدسات عندما تصبح الرؤية ضبابية غير واضحة نضع تلك العدسات لكي نرى بطريقة جيدة أمين والعدسات هي أولاً العائلة وثانياً جماعة المؤمنين وثالثاً الصليب ورابعاً الحياة الجديدة في المسيح وقبل ما أحكي بالتفصيل عن كل عدسة خلينا أعطيكم هالملاحظتين يلي ضروري ننتبه إليهما الملاحظة الأولى نحنا أختي ما عنا كما في بعض الأديان الأخرى ما يسمى بلهوط الأرض نحنا أبناء العهد الجديد لا نؤمن بأنه يوجد بقعة أرض مقدسة أكتر من غيرها المسيح الذي كان من أبوين يهوديين وكان عنده تلاميذ يهود ما قال للتلاميذ رجعوا وامتلكوا الأرض بل قال اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل فأرض الموعد بالنسبة لأبناء العهد هي المسيح فيه نارث الملكوت المعدلنة فيه الحياة الأبدية فيه ننال الميراث الأبدي فيه ننال الموعيد لا يوجد أرض مقدسة أكتر من أرض أخرى كل أرض مقدسة هي هيكله هو مسكنها للرب الأرض وملؤها المسكونة والساكنين فيها ولو نحنا أبناء العهد القديم فقط ربما تأملنا بهذا الموضوع من نظرة مختلفة لكننا اليوم عم ندرس هذا الموضوع نحنا كتلاميذ ليسوع المسيح يلي منمتلك الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد الملاحظة الثانية المهمة جداً نحنا نؤمن أختي بسيادة الله على حياتنا وعلى التاريخ بالإنجليزة يعني الله سيد بيأمرنا بكلمته المقدسة والحية بيخاطبنا كل يوم يلهمنا كما يشاء وأحياناً أمره لك بيكون مختلف عن أمره لشخص آخر هو السيد الرب خالق الحياة وهو مؤلف الحياة كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان إنه مجرد اتخاذ قرار بمغادرة لبنان دون الصلاة هو إنه نقول بإنه نحنا لسنا وكلاء بل مستقلين عن الله كما لو كنا آلهة لنفوسنا لازم نفهم بإنه نحنا خليئة الله ليس المال بيعتني فينا ليس المكان بيعتني فينا بل الله هو يلي بيهتم فينا نحنا مم نخلق نفوسنا نحنا لننتمي لنفوسنا وإذا بتقروا واحد كورنتوس ستة تسعة عشر لعشرين مكتوب أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكن الذي لكم من الله وانتبهوا لها العبارة وأنكم لستم لأنفسكم يعني هو الخالق وننتمي له خلقنا في مكان معين في وقت معين لغرض معين هو سيد حياتنا ونفوسنا ووجودنا وبهي ده المحيط الروحي يلي منسبح فيه منحتاج أنه نسأل الرب هل تريدني أن أبقى أم أرحل وأي نتيجة منوصل لإلها نصل إليها بتواضع لأنه نحنا ممنعرف سيادة الله ومشيئته بالكامل كما لا يجوز أنه نحكم على الآخرين إياك تقول لآخر إذا بقيت الرب بباركك وإذا بتفل الله ما بباركك ما الله يشرك شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين فالله يباركك لأنه كريم وهلأ بدي أخذ هالأربع عدسات يلي بتساعدنا أنه نتخذ القرارات السليمة ورح ندرسهم وحدة وحدة أول عدسة هي عدسة العائلة أول ما خلق الله الإنسان انتبهوا معي خلقه عائلة ودعاه أن يصون هيد المؤسسة الإلهية عليقة الزوج بزوجته بتعكس عليقة المسيح بكنيسته والمسيح في العهد الجديد شدد على الزواج المقدس بين رجل واحد وامرأة واحدة وبولوس علم كيف يجب أنه يحب الزوج زوجته ويخضح حياته لها وأنه يخدمها ويأمن احتياجاتها النفسية والروحية والمدية ويحميها كما أنه المرأة أيضا تخضع لزوجها بحبها كما للرب والأولاد هم عطية الرب لنا منعلمهم أنه يطيعوا والديهم وعلينا أنه ربيهم بتأديب الرب وإنذاره الأولاد يكرمون الأباء والأمهات والغاية عائلة مقدسة تحب الرب تطيع الرب وتخدم الرب في هذا العالم فالزواج أخوتي منو شرط في المسيحية بعضنا بيتزوج بعضنا الآخر ما بيتزوج البعض ينجب البعض الآخر لا ينجب في العهد القديم موضوع الزواج ومسألة أن نقيم لنا نسل كان أمر مهم جدا وكان هناك تشديد على تكاثر شعب الله من خلال الولادة أما العهد الجديد أخوتي بيركز أولا على النسل الروحي بعدين بالدرجة التانية يقدس النسل الجسدي ويباركه يسوع ها أمي وها إخوتي لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي اللي يوجد خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت الله هني منهم ملعونين بل مباركين فالفرد مبارك والمتزوج مبارك فإذا كنت فرد أو متزوج وعندك أولاد وعن بتفكر بالسفر نصلي وصلي مع زوجتك والأولاد واسأل أولا انتبه واسأل أولا مش لوين بدنا نهرب أو وين في شرق أقل حتى نخب أولادنا أو وين يمكنني أن يعيش بكرام تنتبه هذه الأسئلة مشروعة جدا إذا شخص ما بيسأل هذه الأسئلة ما بيكون بي صحيح صالح لكن السؤال أولا التشديد على كلمة أولا هو أين يمكنني أولا أن أحب الرب وأطيع الرب وأخدم الرب أنا وعائلتي وكتوب هذا السؤال وحطه قدامك واسأله باستمرار هذه الكلمة أولا مهمة جدا لأنه تكشف أين الله في حياتك طلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فإذا صلينا بكل أمان وفكرنا ربما منوصل لقرارات مختلفة أنا وزوجتي لما صلينا وفكرنا تنعنا أنه أفضل مكان ربي فيه أولادنا لحتى يحبه ويطيعه ويخدمه الرب هو في لبنان فيه كنيسة القيامة وثانيا وثانيا ونسأل ونسألنا السؤال الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والاستشفائي والأمان إلى آخره فإذا أنت عم تفكر تسافر لحتى تأمن مستقبل لأولادك انتبه هذه علامة أنك أنت أبي صالح أم صالحة جيد عم تتحمل مسؤوليتك نعم كون رجال واهتم بعائلتك ليس فقط مديا تسافر وتتركهم لكن بشكل شامل واسأل أولا أين أفضل مكان حتى نستطيع نحن كعيلة معا نحب الرب ونطيع الرب ونخدم الرب العدسة الأولى مهمة جدا لكن العدسة الأولى لا تكفي علينا أن نضيف معها العدسة الثانية وهي الكنيسة أختي الله لم يصمم العائلة فقط لكن من البدايات اختار لنا أن نكون جزء من عائلة روحية أوسع هي جماعة بنات وأبناء العهد التي نسميهم اليوم الكنيسة فأنت يا فرد أنت في عائلة عندك أباء وأمهات وأخوة وأخوات وأنت يا مؤمن عضو في جسد المسيح أنت حجر في بناء اسم الكنيسة أنت فرد في عائلة اسم الكنيسة المحلية أنت لديك هويتك الفردية لكن أنت جزء من هوية جماعية أيضا لذلك أنا لا أقبل أحد يأتي أخي أنا بها الكنيسة أنا ابن الله بعمل مثل ما بدي لا لا أنت ولد من أولاد الله عندما تصبح ابن تصبح مباشرة أخ وأخ وأم وأب وهذا شيء كتير مهم فإذا هذا الكلام حقيقي ومنه ادعاء العيلة الصحية لما بتجتمع ما بتقول فليعمل كل واحد ما يحلو في عينيه ما بتقول العيلة في الأمور المصرية ماذا يجب أن أفعل لكن ماذا يجب أن نفعل لأنه قراري يؤثر على أفراد عائلتي هذا وإن كانت الكنيسة فعلا عائلة فمن يدرس العهد الجديد أختي من الزاوية الأخلاقية يدرك أنه هم الكتاب المقدس الأخلاقي ما بيتوقف فقط على شخصية الفرد بل على الطاعة الجماعية للكنيسة ولمشروع الله أنت منك وحدك شاهد للمسيح نحن معا شهود للمسيح فالمجتمع الإيماني في حياته الجماعية مدعو إلى تجسيد حقيقة لا يعرفها العالم إلى تجسيد نظام بديل لا يعرفه العالم إلى أن يكون عائلة تعكس غاية الله الفدائي في العالم فالله أختي ما فتدينا فقط لحتى ننال الحياة الأبدية بل حتى نكون عائلة الله مع صورة الله في العالم وبالتالي المجتمع الإيمان منه مجرد فكرة أو مفهوم تجريدة إنما حقيقة اجتماعية متماسكة معاشة تظهر بشكل ملموس تدبير الله الصالح لهذه الخليقة فنحن عندما نسعى إلى معرفة إرادة الله ما منسأل أولا ماذا يجب أن أفعل لكن ماذا يجب أن نفعل وبعدين ماذا يجب أن أفعل ضمن إطار الجماعة المقدسة التي تعيش حياة هادفي هذه كانت الكنيسة الأولى وهذا لا يلغي حرية الفرد لكن يجعلني أهمية الآخر في حياتي وتأثير موقفي على الجماعة التي أنتمي إليها ويعكس انتماء الحقيقي لهالجماعة التي أنا جزء منها وانتبه لهذه العبارة المهمة جدا فهويتنا الجماعية تتضمن كأنت وغيابك بكل تأكيد يغير من لون هذه الهوية فكما أنا بقول دايما أنه كل ما الله يجيب شخص على كنيستنا الله يكون عم يكلمنا من خلاله والمواهب التي أعطي إياهم لحتى نمشي بهالكنيسة في اتجاه معين ونفس الشيء تركك للكنيسة يعني أيضا أنه الله يريد أنه يخدنا بالتجاه معين فما يحقلنا أن نذهب بدون معرفة مشيط الله أولا يعني علينا أن نرى أيضا يد الله في الترك للبنان مثل ما نرى يد الله في انضمامك إلى جسد المسيح وإلا نبقى معا فهي اللي بيرغب في أن يترك خود هذا الاقتراح فكرة الترك بدك تسافر وشارك مع الناضجين بالكنيسة مع عائلتك الروحية مع مجموعة ما بدون يستعبدوك لكن بدون يساعدوك أنك تعيش ضمن المشيئة الإلهية وهيك ما بيقع عبء الأرار وعواقب هذا الأرار عليك وحدك بل بيكون أرار جماعي وتذكروا شؤال رب يسوع المسيح المتحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء والعدسة الثالثة اللي يجب أنك تضيفها هي عدسة الصليب كيف منعرف أختي مشيئة الله في الكتاب المقدس منعرف أولا لأنه في وصايا لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور اثنين في مبادئ عامة مثل المحبة العديل الكرم وثلاثة في نماذج نتمثل بها أو ناخد منها عبر لحياتنا فكر بحنانية وسفيرة بأعمال خمسة كيف السلب ومال الله نتعلم أننا لا نفعل هذا فكر بمريم التي سكبت الطيب عند قدمي يسوع نتعلم منها الولاء والكرم فكر بالسامرية التي ستقول لكل أهل بيتها عن يسوع ويسوع نفسه أيضاً هو نموذج نتمثل به فموت يسوع يعني الصليب بالنسبة لإلنا هو أداة الله لخلاصنا لكن هو أيضاً نموذج نتمثل به بقول بولوس مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها لأعرفه وقوة قيمته وشركة ألامه متشبهاً بموته من أراد أن يتبعني بقول يسوع أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويدبعني فعلينا أن نكون مستعدين أن نتألم نتيجة إيماننا بالمسيح نعم صحيح أنا مش مضطر أن أتألم بسبب فساد القاضي لكن أنا مستعد أن أتألم كشاهد للمسيح فنحنا ما منهرب من الاشتراك بألام المسيح ولكن منستعمل الحكم في قراراتنا لكي نجنب أولادنا العنف والألم الناجم عن شر الظالمين فالبعد العمودي أي الاشتراك في ألام المسيح هذا أساسي لكن هناك أيضا البعد الأفقي للصليب الذي هو مهم جدا مهم جدا ما المقصود بهالكلمات؟ المقصود أنه أنا كمؤمن مدعو أن أتشبه بالمسيح وعيش التجسد الذي لا يخلو من الألم وإنكار الذات والحرمان من أمور كثيرة أحيانا من أجل الآخرين أي المظلومين فأنا مدعو أنه أفرح مع الفرحين وإبكي مع الباكين وهنا عندي ملاحظة مهمة أرجوكم أن تبهو أخوتي العهد الجديد يشدد على أن المجتمع الإيماني ككل مدعو لاتباع درب المسيح فلا يجوز أن ينكب الصليب انتبه معي لا يجوز أن ينكب الصليب على الضعفاء فقط بالوقت يلي فيه أصحاب السلطة بيتركوا البلاد من أجل حياة أفضل المجتمع ككل مدعو لاتباع طريق معاناة يسوع فالتضحية مطلوبة أولاً من الذين يمتلكون القوة والامتيازات من أجل الضعفاء اقري مرقس عشرة 42 إلى 45 اقري رومي 15 بول بولوس فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نسعى إلى ما يطيب لأنفسنا في اللي بيرغب في ترك لبنان لازم يسأل كيف كيف عم أحمل حمل الضعفاء بسفري الجواب للبعض سيكون أبقى لأتحد بالمتألمين ولآخر ربما أترك ولا أنسى بلدي بل أجد الطرق لحتى الساعد من خلال العطاء والصلاة وبناء شركات وأنه أفضح الظلم الموجود وشارك ما يجري مع أشخاص مؤثرين في العالم أو أن يقوم بتحفيز اللبنانيين في الخارج على الاستثمار في بلادهم وخلق فرص عمل للضعفاء وهيكي انتركنا أو بقينا بيكون همنا أنه نحمل نحن الأقوياء ضعف الضعفاء من خلال التضحية ومن خلال مركزنا ومواهبنا ومواقعنا انتبه أرجوك إذا بقيت بلبنان وانعزلت ومحملت ضعف الضعفاء وجودك بلا طعمي وإذا رحت ونسيت شعبك وقلم الناس ذهبك بلا طعمي فأين أينما كنت كن أينما كنت حاملاً نير الضعفاء وهيكي بتكون عم بتعيش إيمانك كما يجب العدسة الرابعة هي الحياة الجديدة أي يجب أن ننظر للأمور أختي من خلال عدسة الحياة الجديدة في المسيح صحيح أنت بتعيش في هذا العالم لكنك بتنتمي لعالم جديد لملكوت السماوي حل بيننا أنت خليقة جديدة بولوس لما كان عم يتكلم مع الكنيسة بيقول عنها بيسميها نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور يعني نحن الذين بلغوا منتهى الأزمنا يعني نحن كأن نعيشين السماء على الأرض يعني نحن ولو جزئياً اللي عم نعيش واقع السماء الآن على الأرض بقافسس واحد من نتعلم أنه الله جمع كل شيء في المسيح ما على الأرض ما في السماوات وما على الأرض يعني في المسيح تعانقت السماء مع الأرض من أجل ذلك لما كتبت ترنيمي من نرنمها بالكنيسة إلة السماء والأرض طلاقتا بيسوع الكل تعانقا كيف هالحقيقة هايدي المهم كتير بحياتنا السؤال كيف بتساعدنا أنه ناخد القرار الصحيح إما نذهب أم نبقى في بلادنا أولاً هيد العدس انتبه معي بتساعدنا نعرف الدور المهم يلي منلعبه في هذا العالم نحنا عندما نعيش معاً الحياة الجديدة على الأرض نحنا عم نفتح نافذة للعالم من حولنا ليروا ولو بشكل جزئي ما ينتظر الخليقة في المستقبل فنحنا شهود لحقيقة عظيمة تنتظر الكون فحياتنا شهادة ورجاء لهذا العالم وكم تكون هيد الشهادة جذابة للذين يتألمون بسبب الفساد فساد القاضي والمسؤولين ثانياً ثانياً عدسة الحياة الجديدة في المسيح بتجعلني نعيش بسلام دون الاعتماد أولاً على الحاجات اليومية مثل الكهرباء والبنزين وغيرها وبتجعلني احتمل وضحي من أجل الآخرين واشترك في العطاء السخي وجسد واقع بيختلف عن الواقع الموجود في هذا العالم وإكشف للعالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن إمكانيات بديلة للعيش منها التقشف لأتمكن من مساعدة الآخرين أو الصوم يعني أن أكسر للجائع خبزي أن أدخل المساكين إلى بيتي أن أكسي العريان وإلتفت نحو المحتاج وصدله حاشته لتحمل مسؤولية رعاية بعضنا البعض ورعاية المساكين هيك منكون عم نقدم نموذج بديلي يشجع الناس على البقاء وبيعطي حافظ للأقوياء إما على البقاء وإما على دعم المحتاجين حيثما وجدوه فنحنا أختي أبناء الحياة الجديدة فبدل ما نفكر نترك من أجل حياة أفضل لي لازم نسأل مع بعض أين أفضل أن نبقى هنا أم نذهب من أجل تقديم حياة أفضل للدعفاء فإذا بقاءنا يعطي حياة أفضل للدعفاء نبقى وإذا ذهبنا فلنذهب انتبه معي ممكن أنه ابقى في لبنان ولا أقف إلى جانب المتقلمين صحيح؟ ممكن أنه ابقى في لبنان وانتخب الفاسدين واسكت على الظلم وسبب حرب أهلية وممكن انتخب الفاسدين واترك للبلاد يعني كون جزء من المشكلة وهرب وهذا أسوأ ما يمكن أخي عزيزي حبيبي لما بتحط عدسة الحياة الجديدة تدرك أنك أنت ما بتعيش 75 سنة فقط وتفنى الحياة هنا ما هي إلا بداية الأبدية معه فمنعيش حياة لها معنى ومؤثرة في نفوس الآخرين لا نعيش لأنانيتنا وشهواتنا حياتنا مع الله لتنتهي هللويا فخلي هذه الحقيقة تقود قراراتك وعيش هذه الحقيقة أينما قررت أن تسكن وهلأ بيجي تحت تحكي عن تطبيقات عملية أولا إذا كنت تفكر بالسفر أرجوك سمع لهذه العزة عدة مرات وقف أمام كل نقطة أنت وعيلتك وسأل ما هي مشيئة الله لنا استخدم هذه العدسات الأربعة التي تساعدك أن ترى مشيئة الله بوضوح أفضل إذا تحط العدسات الأربعة معا لترى بوضوح وتتخذ قرارك ثانيا شارك الذي تخطط له مع مجموعة رفاق الحياة والخدام في الكنيسة وتأكد أننا نصل من أجلك لحتى تكون يسوع أينما وجدت لكي تكون بركة لكل محتاج أكان في بقاءك في لبنان أو تركك للبنان وإذا قررت تترك لبنان نحن من بارك عالمين صعب شخص يترك عائلته وأصحابه وكنيسته مثل كنيسة القيامة وجمال هذا البلد مع كل المشاكل التي فيه فلبنان فريد بجماله هو بشعبه والحياة التي فيه فترك منه أمر سهل رقم ثلاثة كأفراد وعائلات دعونا نقبل واقعنا الجديد دعونا نقبل هذا الواقع ونعيش بتقشف ونصرف مالنا بشكل حكيم لنقدر نعطي أكثر بشر في الاعتناء بجارك تذكر أن الجار الصالح هو السامر الصالح الذي يختار أنه يكون قريب من المحتاج وهي تنغرم فيه وتبقى إلى جانبه رابعا نحن جميعا يلي اعتمدنا معا في كنيسة واحدة مدعوون أن ننشئ طريق مستقبلنا الروحي والوجودي في هيد البلاد معا فقرارك يؤثر على الجماعة مثل ما الجماعة تؤثر على الفرد فالحاجة كبيرة اليوم لحتى نتحد ونعمل بالتناغم أكبر المطلوب وحدة وتعاون بين الجميع حتى مع الذين لنطفق معهم في كل شيء وخامسا إذا في أصحاب مؤسسات عم يسمعونا بتمنى عليكم يا قادة المؤسسات المسيحية أو رعاة كنائس خارج لبنان أو مؤمنين بتعيشوا خارج بلادنا أرجوكم اهتموا بالكنيسة المحلية مباشرة وادعموها ادعام الكنيسة اللي بتنتمي لقيلها شو مكان الطيفتها الشركات والمؤسسات والمعامل والمطاعم بتروح وبتجي هما الكنيسة رجاء العالم هي باقية يسوع اهل أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها هي ما عندها أولا الكنيسة أجندة مشروع بدأت حق وبعدين بتفل الكنيسة موجودة عندها شعب مستعدة إنها تموت من أجله هيد الكنيسة وسادسا وأخيرا الله هو سيد التاريخ انتبه معي ورب الكنيسة ولا أنت ولا أنا هو وحده السيد الرب المطلق وأنتوا بتعرفوا أنه بكنيستنا أنا الراعي الثالث على كنيسة القيامة الراعي الأول القص خليل إبراهيم رعي هذه الكنيسة لسنة 1975 وبعدين مع بداية الحرب الأهلية ترك لبنان وفل والرب أقام خادم آخر مكانه هو الراعي الثاني القص غسان خلف لكن هو ما ترك لبنان وخدم الكنيسة حتى عام 2008 وبعدين كمان الرب أقام رعي ثالث فانتبه معي فينا وبلينا رحنا أو بقينا الرب يرعى كنيسته هو يقيم من يشاء ويبارك من يشاء فخلينا نعيش اليوم بحسب هذه التوصيات التي قدمت لكم وصلاتي أن السلام الرب يسوع المسيح يكون مع جميعكم آمين